ملعب طنجا يصبح أخيرا ملعبا بمواصفات عالمية بعد توسعته ينتظر أن تنتهي خلال أشهر قليلة الأشغال الكبرى لمشروع توسعة ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجا ليصبح ملعبا بمواصفات عالمية وتقدمت أشغال التوسعة بشكل كبير بإشراف شخصي من والي جهة طنجا تطوان الحسيمة ليصبح الملعب في شكله النهائي بطاقة استيعابية سترتفع من 45 ألف متفرج إلى 65 ألف متفرج كما سيعطى الشكل الجديد لملعب ابن بطوطة بمدينة طنجا رونقا إضافيا حيث سيكون بمدرجات كاملة في شكله الدائري وانطلقت أشغال التأهيل والتوسعة قبل عام فقط لتتقدم بشكل سريع رغم إقراها عدة تتعلق بالخرصانة والشكل القديم للجانبين المراد توسيعها وكان كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضية شكيب بن موسى ووالي جهة طنجا تطوان الحسيمة قد اطلع مارس الماضي على تقديم أشغال مشروع توسعة الملعب الكبير لطنجا والرامل إنشاء مدرجات جديدة سترفع من طاقة الاستيعابية بأزد من 20 ألف مقعد والمسبح الأولمبي وحلبة القرى الحديدية ومركب كرة المضرب التي ستمكن المئات من الأطفال والفتيات والشباب على الخصوص من ممارسة الرياضة على أعلى مستوى وكذا احتضان منافسات ودوريات وطنية وقارية وعالمية بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم